كوي. انت بفرود انت راجل مهاجم. انت بتتكسف ولا ايه? لا طبعا ايه. طيب. احمد الشيخ. عازك تعرف برضو نفسك بالجمهور يا بحمد. انا احمد الشيخ. بلعب اكتر من مركز عمتلت. بالذات الدوري السنة دي. اه. لعبت في اكتر من خمس مراكز. ايه المراكز الكابتن السامة كان بوظفك فيها? انا لعبته في شمال. هو في يمين. بك يمين. بلعبته عشرة وتمانية. ستة. يعني لعبته حالك كتير. واكتر مركز انت بتحبه ايه? انا اكتر مركز بحبه هو مركز القديم اللي هو هاف شمال. بس اه. الظروف بقى الدوري والظروف كده. خلتنالعب كذا مركز. والحمد لله دي اكتر ان انا نفزهم كيس. تمام. اه. صاحب الهدف الاول في مباراة المقاولين. وهدف من الاهداف الحلوة واحنا بنستعرضه من شوية. ده الهدف اللي بقوله يعني ادكوا ثقة. في في مباراة المقاولين الصعبة. مباراة التهتويج بطورة الدوري. احنا الجن ده كنت اواخد تعليمات قبلها بيوم اه او يومين. من كابتن شوقي اللي انا مفروض اكمل على الجن من قدام. وبرضه تعليمات كابتن اسامة وكابتن بدر. اللي احنا برضه وكابتن اللي احنا كنت مفروض المطش ده نكسبه عشان ده مطش الدوري. هو انتم مفروض تعالوا صوتكم تلعبها جامدة. هو هم كانوا بيكلمونا الاول على مطش امبي اللي هو مطش الدوري. اه. بعدها اللي حصل في مطش امبي اللي احنا. احنا بنتكلم دهوقتي بنعرض ابرز لقطات اه احمد الشيخ معنا على الهوى دلوقتي. اتفضل يا محمد. احنا مطش امبي تعادلنا فيه. اه. فكان لازم نكسب مطش المقاولين عشان ناخد الدوري. اه. فالاسبوع كله كان كابتن شوقي وكابتن اه اسامة وكابتن بقدر. اه. وكابتن وريد كانوا بيكلمونا على اهمية المطش ده واهمية الدوري اللي احنا ناخدها تالت سنة. اه. معانا ابرز اللقطات ليه كنت احنا بنتفرج كده. عايزك دي اللقطات دي كانت في بطولة زد دولية. صاح كده? اه. 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 انت بتسجل اكتر ولا بتصنع اكتر ابو حميد? اه لا انا بصنع السنة دي اكتر. السنة دي بتصنع اكتر. اه. عشان بتلعب على الطرف. اه. طب دي مباراة اه مباراة ايه دي? دي مباراة زيت صح? اه.